البيان الختامي ومدى إمكانية تنفيذ ما أتى فيه وحضرتك شايف إيه اللي هي خليني ده كان سؤالي أول سؤال إيه اللي هي خلي هذه القمة 32 تفرق عن القمة الأولى ومدى تأثيرها على الأرض أنا شايفة أن العرب بقى لهم قوة حقيقية ضربة في التوقيت الحالي أصحيح لك على حاجة برضو عشان بقى يعني موضوعيين يعني البيان هو بيان تقليدي بدرجة كبيرة تمام إيه اللي هيخليه مختلف؟ بيان بروتوكولي بروتوكولي تمام؟ إنما ضمانات التنفيذ طيب التنفيذ إيه؟ ما هو بيان أو ما أعلم التنفيذ بقى هو أن يكون هناك إجراءات على الأرض اللي احنا تكلمنا فيه يا بسيطة أولي إنه تمام؟ استخدام أدوات الضغط سواء في قضية زي قضية فلسطين استخدام أدوات الضغط لإخراج القوى الكبرى من ليبيا تحقيق تقاربات بين دول كانت متنفرة زي السعودية وزي إيران تمام؟ لإنهاء وتسويات صراعات موجودة في دول زي إيران ولبنان وغيرها ده هو شكل الإجراءات اللي مطلوب إنه يتم خلال الفترة المقبلة البيان يعني مشكورين على إنه طلعوا هذا البيان لكن ماذا بعد زي ما قلنا هننفذ إزاي هي دي الإجراءات اللي لازم تتعمل بالمناسبة حضرتك أشارتي في المقدمة إلى الأمن المائي ده همامني جدا يعني كويسة أن حضرتك رجعت إلى الأمن المائي هل في أي إضافة لمصر في الأمن المائي؟ هل في أي قضية لحطر أثيوبيا؟ وتأكيد على حضرت مصر المشروع لا كان بيش أي تفاعل إنما إيه بقى الإجراءات اللي تضمن إن مصر تظل تحصل على هذا الحق في ضوء التسويف والمماطلة الإثيوبية في دول لها استثمارات أكبر دول عربية حضرتك رجعتني على الموضوع أنهم يضغطوا باستثماراتهم استخدام هذه الاستثمارات ومصادر القوة داخل إثيوبيا لإجبارها ما بقولكيش على إجبارها لإجبارها على أن تجلس إلى مائدة مفاوضات واحترام الأطراف الموجودة وأن مصر كل طلبها أن تحترم الأطراف حقوقها في الوجود وأن تحترم القواعد القانونية المنظمة للأنهار اللي بتتشارك فيها الدول الدول العربية لليها استثمارات وهي كثيرة ومعروفة ومتقربة من مصر مطلوب إنها تستخدم أدوات الضغط بما يتجاوز البيان البروتوكولي اللي بيقول إنه مصر حقا مشروع مش محتاجين تأكيد أن مصر حقا مشروع العالم كله يعلم أن مصر لها حق مشروع في مياه النيل لكن من اللي بيدعم بقى في إجراءات تنفيذية هو ده السؤال لماذا لم تتحرك هذه الدول حتى اللحظة حتى يصبح هذا الحق واقعا على الأرض بيتنفذ ويضمن استمرارية هذا الحق لن يستمر هذا الحق إلا إذا كان هناك داعم له من خلال أدوات ضغط قوية داخل إثيوبيا